هذا الكيتون اللي موكزان باعي شو رح سيصير عندي فراغمينتيشي ممكن يصير عندي ممكن يصير عندي بريكينج على هاي الأي الألفة طبعا هاي شو رح يطلع مني ينكسر منها يطلع عبارة عن هاي القروب تطلع على شكل رادكال يعني تطلع عندي على شكل CH3 CH2 Radical CH2 وبها Radical فشوني يبقى عندي المتباقي الكتيون الكتيون رح يبقى هذا رح سيبقينها باللون فنقول الأزرق هذا الكتيون اللي هو شجد يبقى هذا اللي يكون الـ Size Multi فشجد هذا الكتيون يطلع يطلع تقيم هذا الـ 71 شوفوا هذا الـ 71 هو يبقى هنا هاي الـ 71 بسبب النوع يفقى بس مجرد هذا يطلع على شكل Radical وهنا جد الـ Intensity Malta تكون نوعا ما أقل هاي طبعا نانوات الموليكولر أيضا بك هاي ما الـ M زين هذا الـ Root H ممكن شو يصير عندي يصير عندي يصير عندي كسر بالجهة الثانية على الـ Beta على هاي القروب على الـ B فش يصير تنكسر هاي القروب اللي هنا هاي القروب تنكسر فش يطلع هذا يطلع على شكل R Radical ومون متبقي شنو هذا الثاني هو يطلع عبارة عن الكتيون اللي ويكون الـ Weight مات الكتيونش به يكون أقل يكون تقريبا هنا 57 هذا هذا اللي 57 وينه هذا هو 57 فهنا منه اللي يكون الكسر على الـ Alpha على أي لوعالبي اللي prefered يكون اللي prefered على الـ Larger R Group يعني بالنسبة لنا شا رح يصير عندنا بالـ Alkyl Group رح يصير عندك كسر أما على اليمين أو على اليسار اثنين هم رح يصيرون بس منه الأكثر الأكثر هو رح يصير الكسر على الـ Alkyl Group الأكبر وياي؟ وياي ولا؟ اي دكتور ريان تعمل هاي أول شيء زين هسا شنو طلع عندي هاي سواء الأي أو البي بالحالتين شوفوا شو تكون عندي تكون عندي هذا الكتيون أما هذا اللي 71 أو الـ 57 بالحالتين بالحالتين الـ 71 أو الـ 57 ممكن ممكن يفقدون السي او يطلع معدهم السي او يعني شو يطلع عندنا يطلع ناقص 28 شون يطلع عندي يطلع عندي هاي القروب اللي هنا هي عبارة عن الـ Alkyl Group هاي الـ Alkyl Group ناقص 28 يعني فش يطلع عندي الـ 57 ممكن يطلع معدها الـ 28 ناقص 28 والـ 71 هم المفروض يطلع عليه شنو ناقص الـ 28 هم مين رح تطلع موجده هنا عندنا تمام؟ حسا سنقول هذا الـ Root الأول اللي به ممكن يطلع عندي Fragmentation إضافي ش رح يساعدني؟ هاي الـ R Group اللي تطلع مثلا هاي اللي هنا ممكن يطلع CH3 ينكسر ممكن يطلع CH2 اللي هو عبارة عن Fragmentation Mart الـ Hydrocarbon اللي أخذناها بالبداية بالإضافة إلى Fragmentation Mart واضح؟ عبارة دكتور نعم من هو الذرة الكور بي هنا؟ يعني من اللي رح تبقى هي تطلع؟ شون هي تبقى هي تطلع؟ دكتور يعني هسا احنا اول ما كسرنا R بعدين من انكسرة CO والـ R2 من اللي رح تطلع لي بـ chart CO والـ R2 ها أول كسر الكسر الأول ش رح يطلع عندي؟ نفترض هاي الكسر الأول هنا ش رح يطلع عندي؟ الـ R Group رح يطلع على شكل radical ما يبين هذا ما يبين ما ينقري فشون هي يطلع عندي؟ يطلع عندي بس هات شوفوني؟ يعني هاي من ينكسر A الـ A من تنكسر؟ ش يطيني؟ يطيني هاي الكاربو كثير من هذا جيد وإذا كان عندي كسر B الكسر سيطلع عليه من الـ B-Bond هاي النوع الثاني فش رح يصير عندي شو يطيني؟ يطيني هاد الكاربو هاد يطيني على هاي